شيء ضخم للتو حصل أمس للبيتكوين والكريبتو وما في ناس كثير منتبهين لهذا الشيء فاليما جماعة راح تكلم عن هذا الشيء بالضبط وإيش اللي حصل وكيف راح يأثر عليك وعلى محفظة البيتكوين والعملات البديلة تبعك راح تكلم عن كل شيء لازم تعرفوه راح تكلم عن الأشياء القادمة في المستقبل القريب وكمان بعض الاتشارتات المهمة اللي توضح لنا إيش هي الحركة الكبيرة في البيتكوين وأشياء كثيرة أخرى فجمعة حليكم معي من بداية إلى نهاية هذا الفيديو مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن الأمنات الرقمية كل يوم وأعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط لزر الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب على تشارت أو على فريم الأربع ساعات هنا للبيتكوين ما في أشياء كثير حصلت هنا فقط قاعدين ماشيين بشكل جانبي منذ الفيديو تبعي أمس حاليا إحنا الآن عند مستوى الدعم الخط البرتقالي عند 61 ألف دولار وصلنا إلى هذا الخط ضربناه عدة مرات ولكن إحنا الآن فوق هذه النقطة فيعني بشكل عام جماعة تقدروا لسا تتوقعوا بأنه إحنا راح نضال ماشين هنا بشكل جانبي في هذه المنطقة للبيتكوين ولكن راح يكون في بعض الأشياء المحافزة القادمة اللي راح تأثر على سعر البيتكوين راح أتكلم عنها هنا بعد شوية ولكن أول شيء كمان هنا على الإيثيريوم تقدروا تشوفوا بأنه هبطنا زي ما أنتم عارفين قبل يومين وصلنا إلى هذا المستوى الخط البرتقالي عند 3270 دولار في الإيثيريوم ومنذ ذلك الوقت هنا حصلنا على ارتفاع صغير للأعلى فيعني ما في أي شيء مهم حصل هنا سعر البيتكوين والإيثيريوم يستمر بشكل كبير هنا أنه يمشي فقط بشكل جانبي أعتقد بأنه هذا هنا راح يستمر في فترة الصيف لفترة أطول إلى أن نشوف الكسرات الكبيرة طيب بنسبة للأسواق التقليدية هذا هنا بصراحة شيء مثير الاهتمام لأنه في الأسواق التقليدية حاليا في سوق الفيوتشورز تحاول إنها تكسر فوق هذا الخط البرتقالي المهم وهذا طبعا هو المستوى اللي حصلنا على رفض من عنده في أعلى قمة سابقة فإذا قدرنا بأنه نكسر هذا المستوى في الأسواق التقليدية هذا المستوى المهم فبعدها ممكن نصل هنا على ارتفاع آخر في الأسواق التقليدية هنا وهذا أكيد ما راح يضر سوق الكريبتو نعم الأسواق التقليدية قاعدة هنا تتغلب والبيتكوين فقط ماشي بشكل هابط وشكل جانبي والأسواق التقليدية صاعدة ولكن أعتقد بأنه هذه هنا فقط مسألة وقت إلى أن يبدأ البيتكوين باللحاق فلننشوف حاليا الأسواق التقليدية تؤدي أداء رائع جدا هذا هنا بصراحة شيء واعد طيب فيه شيء كمان مهم عايز أنوه وأشير إليه وهو أنه منذ 2023 حصلنا فقط على خمس مرات اللي كان فيها شهر ستة شهر أحمر وخم منه جماعة في كل مرة حصل فيها هذا الشيء فكنا نحصل على شهر أخضر بعده يعني شهر يوليو دائما كان يكون شهر أخضر يعني على سبيل المثال هنا تقدروا تشوفوا شهر ستة في 2013 كان شهر أحمر سالب 30 وبعدها حصلنا على شهر أخضر في شهر سبعة وهنا كمان في عام 2018 شهر ستة كان شهر أحمر وبعدها شهر أخضر شهر سبعة هنا كمان عام 2020 و2021 و2022 كانت أشهر حمراء شهر ستة وبعدها شهر سبعة هنا دائما كانت كلها أشهر جيدة جدا أشهر خضراء طيب وحاليا إحنا في شهر ستة خلنا نقول كنا هابطين بنسبة سالب ثمانية فممكن يعني إنه شهر ستة الآن يستمر بالحركة الجانبية ونقفل بهذا الشكل الأحمر وبعدها كمان ممكن نمشي بشكل جانبي في معظم شهر سبعة وبعدها في نهاية شهر سبعة ممكن نحصل على ارتفاع وفي الواقع إذا يعني أنا مجبور إني أضع تخمين أو مثلا أضع رهان فراح يكون رهاني على إنه بالفعل هذا هو اللي راح يحصل حركة جانبية راح تستمر هنا كمان في شهر سبعة وبعدها في نهاية شهر سبعة أعتقد بأنه إحنا راح نبدأ نشوف أسعار عالية للبيتكوين بعد الحركة الجانبية فهذا هنا جيد ولكن أمس كان في مناظرة وطبعا أنا عارف إنه مش الكل مهتمين بالسياسة الأمريكية ولكن كان في بعض الأشياء المهمة اللي نستنتجها من اللي حصل أمس بين دونالد ترامب وجو بايدن ليش هذا مهم وليش قاعد أتكلم عنه الآن لأنه إحنا عارفين جماعة بأنه دونالد ترامب مؤخرا قاعد يتغزل بمستخدمي الكريبتو وقاعد يقول بأنه هو داعم للكريبتو وإنه راح يسمح بالكريبتو إنها تزدهر يعني بشكل رئيسي قاعد يقول بأنه إذا تم انتخابه فراح يكون هو في جانب الكريبتو ولكن بالنسبة لبايدن فمش في جانب الكريبتو طيب واللي حصل أمس وهو إنه في هذا الديبيت في هذه المناظرة يبدو بأنه دونالد ترامب فاز بشكل كبير جدا وفي الواقع قبل هذه المناظرة كان المتوقع بأنه بايدن راح يفوز بالترشيح بنسبة 86% والآن يقول بأنه في احتمالية 38% بأنه ما راح يتم ترشيحه كمرشح لحزب الديمقراط فيعني بمعنى آخر يعتقد السوق بأنه في نسبة عالية الآن بأنه دونالد ترامب ممكن يتم انتخابه تقدروا تشوف هنا بأنه في وقت المناظرة هالأمور تغيرت بشكل كبير جدا دونالد ترامب ارتفع من 53% إلى ما يقارب 65% وبالنسبة لجو بايدن هبط من تقريبا 84% إلى 35% فيبدو بأنه في هذا الديبيت في هذه المناظرة دونالد ترامب فاز بشكل كبير جدا ويبدو بأنه الآن السوق يتوقع بأنه دونالد ترامب ممكن يكون هو الرئيس القادم فيعني أنا ما راح أقول إذا هذا صح أو غلط أنا ما لي علاقة في السياسة الأمريكية ما لي علاقة في الحكومة الأمريكية ولكن الشيء اللي يهمني وهو الكريبتو فإذا دونالد ترامب وهذه طبعا حط مليون خط تحت كلمة إذا تم انتخابه وإذا راح يكون عند كلمته وعند الكلام اللي قاعد يقوله بالنسبة لأستخدمي الكريبتو فهذا ممكن يكون شيء جيد أنه يتم انتخابه وممكن يكون شيء جيد للكريبتو إذا نفذ وعوده أو يعني بعض من وعوده اللي قاعد يقولها فخلونا أجمعان حضنا على هذا الشيء ولكن هذا هنا شيء كبير هذا الشيء حصل أمس فإذا تم انتخابه فأعتقد بأنه بصراحة السوق هنا سوق الكريبتو ممكن يكون تأثيره إيجابي جدا فهذا ممكن يكون حافز كبير لارتفاع سوق الكريبتو بشكل عام مستقبلا تذكروا جماعة بأنه الانتخابات راح تكون في شهر نوفمبر هذه السنة يعني مش مرة بعيد طيب الآن يا جماعة عايز تتكلم عن بعض البيانات اللي راح تطلع اليوم طبعا أكيد يا جماعة في عندنا بيانات اللي تكلمت عنها أمس خليكم مجهزين لهذا الشيء راح يكون في عندنا حركات كبيرة اعتمادنا على هذا الشيء ولكن كمان في عندنا بيانات اقتصادية مهمة جدا راح يتم إطلاقها فلازم أنه الواحد يكون على إطلاع وعلى علم بهذه الأشياء كمان طيب ذانك قدمت على طلب للحصول على سولانا سبوت اي تي اف والآن بدأت الأمور إنها تصبح أكثر جلونا حاليا بالنسبة للبيتكوين والإيثيريوم نعم أعتقد بأنه نعم بكل تأكيد البيتكوين تم الموافقة عليه والإيثيريوم أريد كمان تم الموافقة عليه ولكن لسه ما تم تداوله بالنسبة للسولانا أعتقد وبكل صراحة أعتقد بأنه هذا هنا ممكن ياخذ وقت أطول إلى أن يتم إطلاق سبوت سولانا اي تي اف وهذا هنا من فانيك فيعني مش من بلاك روك فخلونا نشوف يا جماعة إيش اللي راح يحصل بخصص هذا الشيء ولكن نعم فقط حبت أني أنوه إلى هذا الشيء طيب هنا جماعة فيه تشارت أعيز أركم إياه الغيمة الحمراء أو البنية هذه هنا هذه إصار إيش هو إصار؟ هذا هنا مؤشر للزخم والأشياء التقنية لهذا المؤشر معقدة شوية هنا ولكن الشيء اللي لازم تعرفوه هو أنه جماعة للتو الآن حصلنا على الشيء ما حصلنا عليه منذ 2015 تقدروا تشوفوا بأنه هنا حصلنا على كسر من هذه النقطة هنا داخل هذه الغيمة في عام 2016 هنا كمان حصلنا على كسر خارج أو كسرنا أول شيء إلى داخل هذه الغيمة وحصلنا على أربع شماعات أو ثلاث شماعات داخل هذه الغيمة وفي المرة السابقة كانت أربع شماعات ولكن تقدروا تشوفوا جماعة هنا طبعا هذا هنا على تشارت الستة الأشهر تقدروا الآن تشوفوا جماعة بأنه كسرنا خارج هذه الغيمة فهل رح نحصل على نفس الارتفاع اللي حصلنا عليه في المرة السابقة حصلنا هنا على بولران حصلنا على ارتفاع هائل للبيتكوين اكتبوا لي يا جماعة رأيكم تحت في التعليقات إيش اللي تعتقدوا وكمان شيء مثل الاتمام وهو هنا بأن الحكومة الألمانية اللي زي ما إحنا عارفين باعت بعض كمية البيتكوين اللي عندهم في الواقع الآن بدأوا بأنهم يسترجوا أو بدأوا أنهم يحصلوا على بعض البيتكوين اللي يرسلوه إلى المنصات من قبل بصراحة ما أعرف إيش اللي قاعد يحصل هنا ولكن في عندهم هنا بيتكوين بقيمة ثلاثة مليار دولار رح أستمر طبعا أكيد أني أعطيكم تحديث عن إيش اللي قاعد يحصل في ألمانيا طيب جماعة إذا عايزين تحصلوا على أفضل البونصات المتاحة الموجودة عندكم البايبت 30 ألف دولار بونص إداع الأوكي إكس ما يصل إلى 60 ألف دولار بونص إداع وما يصل إلى 40 ألف دولار بونص إداع من البدقة فتأكدوا جماعة بأنكم تستغلوا هذه العروض وكمان أفضل أداة لتداول الموجودة حاليا على الإطلاق اللوكس ألغو تقدروا تحصلوا على تخفيض 20% من هذا الرابط جماعة هذا كل شيء عندكم اليوم بالتوفيق لجميع وأشوفكم في الفيديو القادم